السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وفيديو جديد من خبرات اولاين. كلمنا قبل كده عن طريقة نقل الويندوز من الهارد الاتش دي الى الاس اس دي بدون ما نعمل فورمات او بدون ما نفقد اي بيانات. لان الويندوز زي ما هو كده بكل بياناته من الاتش دي الى الاس اس دي وكان موضوع ده او الخطوات دي كانت اه مننفذها على اللابتوب. ولكن طبعا هنشوف الخطوات دي على البي سي بما ان طبعا اه في البي سي في نقطة مهمة جدا جدا وهي ازاي تخلي بعد كده ان الجهاز الكمبيوتر يعمل بوت من الاس اس دي او يشوف الويندوز اللي موجودة على الاس اس دي وما شوفش اللي موجودة على الاتش دي. يعني كون الاس اس دي هو الاس اس دي. طيب خلينا سريعا كده نمترف خطوات عشان ما نطولش عليكم. وطبعا اول خطوة لازم نعملها. وهو ان احنا نتأكد من ان الجهاز بتاعنا الهارد الاتش دي والاس اس دي مع بعض والاتنين متوصلين على الجهاز. قدر توصلهم البساطة طبعا من خلال الكابلات الساتة من خلال الجهاز بتاعك. طبعا موضوع ده يعني ببقى بسيط جدا وسهل. فنروح على الخطوة تانية ممكن نتأكد من خلال كمان الديسك منيجمنت تروح على الديسك منيجمنت. وتشوف الاتش دي والاس اس دي نهم موجودين على الجهاز دي ما شايفين جده انا عندي ده وعندي التاني اللي هو الاتش دي والاس اس دي. طيب احنا خلاص تأكدنا من هم الاتنين متوصلين على الجهاز عندنا ينقفل بقى خلاص كده. ونروح على خطوة رقم اتنين وهي تحميل البرنامج اللي هنستخدمه في شرحنا النهاردة. وان شاء الله رابط الصفحة الخاصة بالبرنامج دي هسبه لكم موجودة اسفل الفيديو. طيب. الروح على البرنامج او صفحة البرنامج بالشكل ده هتلاقي عندك حاجة هنا اسمها البيزنس يوز. دي مناش دعوة بيها. بننزل تحت شوية كده. هنلاقي اختيار تاني اللي هو وهنروح على كلمة هنا ونضغط على كلمة طيب هتفتح معنا النفيزة دي. بنختار من هنا. بنضغط عليها او نعلم عليها كده. وهنا في الخانة دي بنكتب عندنا اه اي حساب يوصل لنا عليه الرسالة التي يجي. الحساب ده ممكن يكون اي حساب جيميل اه ايميل ياهو اه هتمي. المهم يكون في النهاية شغال وحاجة تقدر توصل لها. لانهجي لك عليها رسالة. فيها قود التحقق بتاع او قود التفعيل الخاص بالبرنامج. طيب. هنضغط هنا ونكتب بقى الايميل بتاعنا. وبعد نقول له كده. دلوقتي اقول له ممكن اقول له هنا انه سان كيو عشان مانجليش رسالة وحاجات من البرنامج. وبعد نقول له كده ونقفل الصفحة دي كده خلاص. كده المفروض ان في رسالة جات لي على الجيميل اللي انا كتبته او على الحساب البريد الالكتروني اللي انا كتبته دلوقتي. واروح اتحقق منها من صفحة البريد الالكتروني بتاعي. زي ما شايفين كده ان جات للوقتي الرسالة دي خاصة من ماكروم. فلما بروح افتح الرسالة بالشكل ده. فبلاقيه عندي هنا الكود اللي بفعل بالبرنامج. وعندي تحت اللي هحمل منه آآ البرنامج نفسه. فبضغط عليه بالشكل ده. وبدأت ان هو هدخني على الصفحة دي. طبعا نبتدي ان هو هيتحمل عندي فوق. انا كنت بغطى نحمله قبل كده. فبوله هنا كده اوبن فايل. فهو دلوقتي اللي اتحمل مش آآ البرنامج هو هحمل لي الصورس اللي من خلاله وهحمل البرنامج. فهسيب الخطوات دي زي ما هي كده. واروح اضغط على كلمة ده ولود. هيبتدي دلوقتي ان هو ها يحمل لي البرنامج. طبعا معدن البرنامج يتحمل فبيبتدي ان هو يتثبت وده ان تتأضغط على كلمة ياس. وعد كده اقول له هكده. بضغط على نكست. وبعدين اقول له هنا اي اكسيبت او موافق وبعدين هنا بعلم على وبعدين برضو هنا بيطلب مني آآ الكود بتاع التحقق بزائد الايميل او اللي احنا سجلنا به. فبكتب البرد الالكتروني. وبعدين اكتب الكود اللي جالي الكود دوت اللي جالنا في الرسالة دي زي ما شايفين الكود جالنا هنا. ده الكود اللي هو من خلاله هاقدر سجل فيه البرنامج. طبعا بأكد على الخطوة دي لان طبعا جالي رسالة كتيرة فيها في الحلقة اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده. طبعا زي ما قلنا لازم يكون الحساب الالكتروني بتاعك او البرد الالكتروني بتاعك شغال عشان اجيلك عليها الكود ده. طيب دلوقتي اروح اكتبدو البرد الالكتروني بتاعي. البرد الالكتروني ده اللي احنا سجلنا في البداية من في الموقع وبعدين بقى اروح اخدو الكود ده كده. اخدو كايمين وبعدين انزل هنا على البرنامج مع بعض عشان يعمل هنا. واقول له كده. طبعا لو ما جالكش الكود ممكن تقول له يعني بس نرجح خطوة كده مش عارف تيجي تاني. اه لو ما جالت لكش الكود. طبعا لو ما جالكش الكود ممكن تقول له يعني ممكن يبعت لك الكود مرة تانية ولكن هو طبعا جالنا في الرسالة فقول له هنا كده نكست. وبعدين كده نكست وهبتدي ان هو يعمل دلوقتي خلاص. مفيش اي خطوات انا عملها تاني لحد ما ينزل البرنامج. طيب تثبيت البرنامج بالشكل ده وبيقول لك كده نانش ناو فاول ما عملنا الفنش هيبتدي البرنامج يشتغل معنا. خطوة مهمة جدا جدا ولازم تأكد منها اول من البرنامج يشتغل وهو طبعا ترتيب الهاردات او اسمائها لان طبعا ممكن يحصل عندك لخبطة يعني لو الاس اس دي في بيانات زي كده. ولكن اتأكد دايما من الخطوة دي ببسطة جدا من الاسماء اللي موجودة عندك. طبعا زي ما انتشافين هنا ده بساطة الاس اس دي. تحت هنا الوسترن ديجتال وده بساطة الاتش دي اللي هنقل منه على الاس اس دي. طب اعمليه في الخطوة دي. طبعا زي ما قلت لكم لازم تعرف الاسماء. فاروح الوقتي ده بالنسبة لي ده كده الهارد الاتش دي اللي هنقل منه فبروح اقف عليه بالشكل ده. وقول له. اروح على كلمة هنا كلون تو عشان يعمل لي او اختار الدسك اللي هتعمل لي عليه كلون. او هعمل لي النسخ عليه. طبعا لو عندي اكتر من دسك او اكتر من هارده هيجي بالشكل ده هيجي بالترتيب تحت هنا او ربعة. ولكن بما ان الجهاز عندي ما فيش غلو هم عرضين. فبروح اختار اللي هو الاس اس دي ده. ووقف عليه بالشكل ده. طيب الاس اس دي عندي مليان او هو في بيانات. اهلا بساطة جدا اروح اختار هنا عشان يعمل لي حزف الكل البيانات اللي موجودة على الاس اس دي. في الخطوة التانية بقى باخد كل البارتشينات الخاصة بلوندوز. الويندوز بيبقى فيه مجموعة من البرطشينات خاصة به. يعني هتلاقي عندك زي 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 يعني هتلاقي هنا او يعني حاجات زي كده كل دي كده خاصين بالويندوز. كل الملفات دي او كل البرطشينات دي خاصة بالويندوز. باخد لازم اخدهم كلهم زي ما هم اخليهم في البرتشن تحت او خليهم في الاس اس دي اللي تحت. طبعا عندك الدي بقى او البرتشن بتاعت دي ده ده اللي عليه البيانات بتاعتك فطبعا ده مش هناخده طبعا الاس اس دي بتاعنا هو كله على بعضه آآ مية تمانية وعشرين جيجا فمش هيسيه غير ملفات الويندوز فقط او بارتشنات الويندوز فقط. بأكد تاني ان انت لازم تاخد كل البرتشنات دي ما تسيبش اي بارتشن بينهم مهما كان حجمه ايه? المهم الخاص بالويندوز فقط. يعني هعرف ازيال المهم خاصين بالويندوز فقط. هتلاقيهم طبعا ممكن تعرفهم من خلال وطبعا او ممكن تعرفهم من خلال الاسم اللي انت مسمي به البرتش 분들 دي. او البرتشنات اللي موجود عليها البيانات بتاعتك. طيب هاخد البرتشنات بالشكل ده بنفس الترتيب بتاعها. اخدها بالشكل ده. ده البرتشن السي. اهو. السي ده اللي عليه الويندوز. ولكن البرتشنات التانية دي اللي هي البرتشنات الخاصة بالنظام زي مسلا. وهي ننزل كده هنا. طبعا البرتشن زي ما شايفين كده ملاش كده بقية الجزء لسه عندي في جزء كبير فاضي. ممكن اقول له هنا كده اه اعلم على كلمة اعلم عليها بالشكل ده. ولكن طبعا فيه برتشن لسه ناقص فوق اهو ما اخدناهوش. بسطة جدا بروح اوقف عليه كده كليك يمين. اضغط عليه بالشكل ده. واحرك بس شوية هنا كده. اهو مسلا اعمال لي تلاتة جيجا لقى تلاتة جيجا كتير جدا. مسلا هم اخليهم مسلا جيجا. بالشكل ده واقول له كده انا اوكي. واقدر اسحب بقى البرتشن الاخير ده. اللي هو حجمه اصلا على بعضه خمسمائة ميجا. وخليه هنا كده بالشكل ده كده. واصبح كده انا رتبت البرتشنة عندي بنفس الترتيب اللي فوق. مش فاضل غير اه البرتشن اللي عليه البيانات بتاعتي وده اللي مش هاخده. طبعا بما اني طبعا مش هيسيع المساحة عندي. ولكن لو مساحة عندك بتاعة الاس اس دي او اه تشيل او تسمح بنقل المساحة هنا كده ممكن تنقل بياناتك عادي وتخليها عليه. ولكن يعني يفضل دايما نخلي خاص بالويندوز فقط. واضغط على كلمة كده انا خلصت. وبعد هنا اقول لكم ده نكست. وهنا اضغط على كلمة فنش. دلوقتي ان هو يجب لي الرسالة دي فبلغي العلامة دي هنا كده واقول له اه اشتغل دلوقتي وقل له او دلوقتي يجب لي الصفحة دي. ولو طبعا يقول لي في حاجات هتكتب عليها. اه تعمل على اه الديسك القديم او الاس اس دي. فوله طبعا موافق طبعا بما اني كان عليه بانات. هنزل لحد ما نخلص وان شاء الله نشوف الخطوة الاخيرة وهي نعمل ازاي البوت من اه داخل اه البايس. طب هون شايفين كده تمت العملية واللي استغرقت بالضبط ست دقايق واربعين ثانية ولكن طبعا الوقت ده بيرتبط بحسب المساحة بتاعك وكمان الجهاز. طبعا هنا يقول له اوكي وخلصنا وعايزين نقفل بقى كل حاجة بما فيها الويندوز. ونروح على الخطوة الاخيرة وهي ان احنا ازاي دي انا بنعمل بوت من الاس اس دي ونخلي الجهاز يشوف الاس اس دي. طبعا الخطوات دي هنعملها من البيوز والمشكلة بقى في البيوز هنا ان تختلف من جهاز لجهاز ولكن تقريبا هو يعني نفس الخطوات دي تبقى واحدة في كل جهاز مع بعض الاختلافات البسيطة ان شاء الله. طب هنقفل بقى نخش على البيوز على طول. طبعا عشان نخش بقى على البيوز بيبقى في اه اختيارات كتيرة او زرار كتيرة ممكن يكون اف اتناشر اف عشرة اه ممكن اف تسعة انا مسلا عندي في الجيجا بايت دي بوردة جيجا بايت انا اشغال عليها وهي زرار البيوز بتاعها اف اه اتنين بقدر اضغط على اف اتنين عشان نخش على البيوز. لو احتررت اوي في الخطوة دي انت ممكن تبحث على الانترنت عن زرار البيوز الخاص بالماثر بورد بتاعتي. طيب دخلنا كده على البيوز بتاعتنا وهنروح على كلمة بايوز هنا او ندور على كلمة بوت اوبشن ممكن تلاقيها في كلمة اسمها بوت بدل بايوز هتلاقيها كلمة بوت او اه ممكن تلاقيها بوت اوبشن اه في التابعات اللي فوق اه نروح على كلمة بوت اوبشن هنا ونروح نختار نضغط عليها مراتين كده هتلاقي عندك الهارد الاتش دي وهتلاقي الاس اس دي بنروح اشتغل وبعدين اضغط على الف عشرة او اروح على كلمة سيف واسيف وقبل مطلع لازم اعملت سيف قبل مطلع عشان يحفظ لي التقريبات اللي انا عملتها دلوقتي فابقول لهم كده هي اس دلوقتي هيروح يشتغل من خلال اس اس دي طبعا الخطوة دي للاسف بتبقى مختلفة من جهاز لجهاز ولكن ان شاء الله هتلاقي نفس يعني نفس الخطوات دي او نفس السيستم ده في كل الاجهزة دلوقتي فقدر بس ان احنا نتأكد ان هو اشتغل من الاس اس ساعتنا ده موجودة عليه بنفس المرامج بنفس حتى الحاجة اللي كانت موجودة على الديسك توب حتى يعني لو دخلنا على المتصفح هلاقي بنفس الاكونت بنفس طبعا تاريخ التصفح بتاعنا اتأكد طبعا ازاي من الهارد بتاعي او الاس اس دي هو اللي شغال بس طيب جدا انا وروحت على ماي كمبيوتر او زيس بي سي رحنا على زيس بي سي بالشكل ده طبعا ده الهارد الاس اس دي او الاس اس دي موجودة عليه بنفس كامل مساحة بتاعتي هي مائة تمانية وعشرين طبعا انا مكونش مدي مساحة دي كلها للي للسي عندي فطبعا ده الدي او اللي هو وهو خفالي كده النسخة او خفالي النسخة القديمة بتاعتا اا اللي هي الموجودة على الهارد الاس دي ممكن ازهارها بسطح جدا لو رحت على الديسك مانجمينت لو عايز ازهر اللي كان عليه الويندوز في الهارد الاس دي بسطح جدا هروح عليه كلكا ايمين وراح هتديله حرف. ادي له بس كده اي حرف كده هنا هيظهر معي برة زي ما شايفين كده هيظهر دلوقتي برة. اهو ظهر معي بنقرد ان انا ديته حرف دلوقتي. اهو بعد كده المساحة دي او القسم ده يعني ممكن اعمل له دليت واستخدمه او اعمل له اه اه دمج مع البرتشان التاني او مبرتشان التانية طبعا دي حاجة ترجع لك وبس كده احنا كده خلصنا حلقتنا اتمنى تكون اصفاتكم منها حاولت تختصر على قد مقدر اشي خاطر الناس اللي بيتميل. واشكركم جدا جدا المتابعة. اسف لو كنت تنسيت اي حاجة او اخطاقت في اي حاجة. وطبعا اسف لو كنت قولت عليكم وطبعا لو لست بكابل معي لحد دلوقتي فانا مشكرا جدا 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 واتمنى تكون طبعا نصفاتكم حالية النهاردة واشكركم جدا المتابعة واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة تانية والسلام عليكم وبركاته.